أهلا بحضراتكم من جديد والحديث عن فقرة ترند الترند أنتوا دائما متعودين مننا في هذه الفقرة بنقول لكم الجديد واللي بيحصل فيه الكواليس ومش هرجع هقول تعالوا بقى نتفرج وشوف نحن هقولنا إيه الفترة الأخيرة خلاص فيه ثقة متبادلة بيننا وبين كل مشاهدين وكل جمهورنا في كل مكان أني دائما بنقول لكم على الحقيقة والكواليس اللي بتحصل فيه الاجتماعات فيه الفترات الأخيرة وكمال اللي هتحصل خلال الساعات القادمة طيب موقف كأس الأمم الإفريقية قلت لكم الإسبوع اللي فات بعد نهاية مباراة كأس فيفا للعرب هتبقى خلال فترة ما بين نهاية كأس فيفا للعرب مع لقاء كأس السوبر الإفريقية هتكون فيه اجتماعات مهمة جدا عشان يتم الفصل في مسألة إقامة كأس الأمم الإفريقية من عدمها وتضارب الموعيد مع كأس العالم للأندية خلال الفترة اللي جاي وقلت لكم ما فيهش اجتماع لجنة الطوارئ ويبقى فيه اجتماع مكتب تنفيذي تقليدي على هامش إقامة كأس السوبر الإفريقي وفي نفس الوقت قلت المشكلة يا جماعة كانت جاية من ناحيتين أولا أن فيه مشاكل تنظيمية وتسوقية خاصة بالكاميرون عشان تنظم البطولة وديت حلت خلاص ومبقاش فيها أي مشاكل بعد الشغل السريع اللي بدأ خلال الشهر الأخير والجزء الثاني قلت بقى هي الكارت الأخير اللي هتلعب بالأندية الأوروبية وأيضا جياني إنفنتينو رئيس الاتحاد الدولة وهي فكرة مسألة استدعاء اللاعبين الأفرقى المحترفين في الدوريات الأوروبية للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية قلت ده الكارت الأخير اللي هتلعب به في الساعات الأخيرة ودل حصل فعلا على مدار الكام ساعة الأخيرة إلى أن أعلن باترسة متسبة رئيس الاتحاد الإفريقي بالأمس هو موجود في الملعب الأولمبي اللي يصدف لقاء الافتتاح أن الكاميرون جهزة لإستضافة كأس الأمم وأنها هيكون موجود يوم سبعة للتجهيز والتحضير لضربة البداية لكأس الأمم الإفريقية يوم تسعة من شهر يناير القادم هل التصريح ده هو تأكيد رسمي؟ بنسبة كبيرة الطبيعي أن يكون تأكيد رسمي ولكن هناك اجتماع للمكتب التنفيذي على هامش كأس السوبر الإفريقي غدا الأربعاء هيتم فيه حسم كل التفاصيل البعض ممكن يقول لي طب ما خلاص التصريح الرسمي والقرار الرسمي لسه فيه تفصيلة صغيرة هنعرف نهايتها بكرة إن شاء الله في المكتب التنفيذي البطولة في معدها هيبقى فيه دمنات طبية هتحصل باترس متسبي لسه موجود في الكاميرون لغاية النهاردة لسه ما سافرش كان عنده زيارة بالمناسبة لمالي النهاردة لكن قطع الزيارة ولغى الزيارة ولسه مكمل الموجود النهاردة في الكاميرون عشان يعمل عدد من الاجتماعات مع الوزراء والسلطات المختصة وعلى أمل اللقاء مع رئيس الجمهورية الكاميرونية فده هيبان خلال الساعات الأخيرة الموقف الرسمي لإقامة كأس الأم الأفريقية صامو القتو خلال الفترة الأخيرة ودوره بعد ما نجح كرئيس للاتحاد الكاميروني الخريطة تغيرت شوية وبرضه أنا قلت الكلام ده الإسبوع اللي فات قلت يا جماعة الموقف هيتغير شوية بعد نجاح صامو القتو والحديث عن كأس الأم الأفريقية هيتغير والنبرة هتتغير بعد نجاح صامو القتو وده اللي حصل القرى الأفريقية بالكامل من المبارح بتتكلم على دور صامو القتو وتصرحات صامو القتو اللي قالها بالأمس على أهمية إقامة كأس الأم الأفريقية في معادها وفي توقيتها وقال الضمانات الطبية موجودة وكل الأمور جيدة وما فيش أي مشاكل قدامكم على شاشة ده جزء من تصرحات صامو القتو بالأمس لإحدى القنوات وقال من القاهرة إلى كيبتاون يعني من شمال القرى إلى جنوبها يأتي بعض أعظم لاعب كرة القدم في العالم من إفريقيا كأس الأم الأفريقية هو احتفال بالفخر والأخوة والإخوة الإفريقية كمان قال صامو القتو أو كمان كان فيه تصرحات لجياني إنفنتينو في الاجتماع اللي تم بالأمس بخصوص قمة القرى العالمية وإن كانت قامة كأس العالم كل سنتين قال رئيس الاتحاد الدولي إذا تمكننا من إعادة جدولة الأجندة الخاصة بنا وتأكدنا من أن كأس الأم الأفريقية سيلعب في فترة توقف دولي رائعة خلال ستمبر بدلا من يناير أو فبراير شايفين ده يحل العديد من المشكلات قال كمان جياني إنفنتينو الآن الكثير من الأندية الأوروبية تتحفظ على إقامة البطولة في هذا التوقيت بسبب وجود العديد من الأندية في أوروبا تمتلك لاعبين في أو من إفريقيا قال كمان كأس الأم الأفريقية في الوقت الحالي تقام كل عامين وهي البطولة الأهم في القرى ومنذ سنوات لم يكن هناك اهتمام في العالم بإقامة كأس الأمم في يناير وفبراير دي أبرز التصرحات التي تقالت من إمبارح للنهاردة بخصوص تصرحات سامو الإتو وأيضا تصرحات جياني إنفنتينو بخصوص الأجندة وإقامة كأس الأمم مع إقامة كمان الدوريات الأوروبية في شهر يناير وفبراير طيب الموقف هيخلص إمتى خلال الساعات اللي جاية بكرة فيه مكتب تنفيذة على هامش كأس السوبر من الآخر إذا قيمت كأس الأمم الأفريقية هتبقى فيه مشكلة في مشاركة الأهل في كأس العالم للأندية وساعتها الوضع هيكون فيه أزمة وفيه مشكلة لأن هنا هيكون فيه تعارض هل هيكون فيه جديد في كأس العالم للأندية ده هنشوفه خلال الفترة اللي جاية ولكن المعلومات اللي جاية لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي لغاية اللحظة اللي بكلمكم فيها دي دايماً كل ساعة فيه جديد إن كأس العالم للأندية في معاده مش هيتقدم أربع تيام ولا ثلاث تيام ومش هيترحل والبطولة في معادها وجياني إنفنتينو قال لكل المقربين فيه في المكتب التنفيذي في الكاف منديالي الأندية في معاده شوفوا موعد كأس الأمم طيب معاد كأس الأمم دلوقتي الناس كلها بتأكد أنه هو في نفس التاريخ وفي نفس الموعد واجتماع الغد يأكد يحصل جديد هل ممكن الجديد يكون مسألة مشاركة البطولة فيه أو مشاركة المنتخبات في البطولة باللعيب المحليين هل ممكن يكون فيه أمر طبي أو أمر صحي ممكن يمنع صفر المحترفين للمشاركة في البطولة ده هيبان الفترة اللي جاية لكن كأس العالم الأندية من المعلومات اللي وصلها للغاية اللحظة اللي كلمكم فيها وانتوا دايما بتبقوا وصقين الحمد لله في كل كلمة بنقولها البطولة في معادها مش هيتغير معادها لغاية اللحظة دي كل القائمين على إدارة كأس العالم سواء في اللجنة المنظمة المحلية أو سواء في إدارة المسابقات في الفيفا بتأكد لكل المسؤولين في الكاف أن البطولة في معادها من 3 إلى 12 من شهر فبراير المقبل 24 ساعة حاسمة هنعرف في النهاية الموقف ودور بقى وقتها أحمد مجاهد اللي أعلن أن المنتخب يلعب بكامل نجومه والأهل يلعب بكامل نجومه ونشوف الحل هيجي إزاي بعد ما الأمور كلها تدخلت وحصل فيه اشتباك في الموعيد وتشابك ما بين الموعيد والارتباطات الفترة الجاية في الظل أن الناس كلها في أفريقيا متمسكة أن كاس الأمم يتلاقف في توقيته ما يتغيرش ولا يتأجل ولا يترحل خلال الساعات اللي جاية طيب أخرج إلى فاصل وبعد الفاصل نرجى مع بعض نشوف ترند الأهلي وآخر الأخبار ومحتوى السوشيال ميديا بيتكلم إزاي عن كأس السوبر الإفريقي